إذن رحل وزير التعليم عثمان عبدالجليل وأعلن استقالته رسميا من وزارة التعليم في موقف احتجاجي منه على قرار المجلس الرئاسي القاضي بهيكلة قطاع التعليم وفصل التعليم العالي عن التعليم العام وهو قرار أرضى من خلاله السراج المعلمين المعتصمين ولكن في المقابل أجهض به جهود إصلاحات عبدالجليل في قطاع التعليم على مدى سنتين ونيف كما عبر الوزير السابق في كلماته الأخيرة قبل إعلانه الاستقالة للأسف الشديد طبعا الرئيسنا مخداش بالرأي هذا وأنا طبعا أعطيت رأيي بوضوح قلت له لو حدث هذا فأنا في شخصي لا استطيع أن أستمر فلهذا أعلننا من حضراتكم أنني أستقيل من وزارة التعليم في ليبيا في حكومة الوفاق الوطني وأتمنى الحظ الوافر لمن يتولى هاتين الوزارتين بعد قرار السراج بفصل التعليم العالي عن العام جاء عقب احتجاجات لعديد المعلمين في مختلف المناطق بل وتوقف للدراسة في بعضها حتى تتحقق مطالبهم التي كان هذا القرار من بينها إلا أن هناك من يرى أن هذا القرار جاء بعد قرارات عبد الشليل الأخيرة التي بلغت حد تحرك الجهة الرقبية كديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في محاولة لإيقافها لأنها حوت ملاحظات وصفت بأنها تنم عن عدم الدقة والموضوعية في الأعداد احتقان المعلمين جاء عقب عديد القرارات التي أشعرتهم بأنهم مهانون بشكل أو بآخر من قبل وزارتهم ولعل أبرز تلك القرارات إجراء امتحانات تقييمية لمستوى المعلمين ونقل صلاحية الإشراف والمراقبة لشهادة إتمام المرحلة الثانوية إلى أساتذة الجامعات قرارات حول بها عبد الجليل إصلاح قطاع بلغ تآكله مداه وأصبح الغش سمة لصيقة به ولكن كيف وذك التآكل عمره عشرة السنوات نص استقالة عبد الجليل جاء فيها على لسانه التالي إنني لا أتحمل المسؤولية في البقاء على رأس أي من الوزارتين لأنني أعلم أن الفشل سوف يكون قريني وأن التغيرات الجوهرية والإصلاحات الكثيرة التي حققناها لبلادنا في أهم قطاع من قطاعات الدولة ستظل علامة فارقة في تاريخ التعليم في ليبيا فهل هي كذلك لدى السراج والمعلمين؟